فإجمالاً بقى المباراة خلينا نبتلي بقى نشوف ليه النادي الأهلي كان عنده مشاكل النهاردة وإيه المشاكل اللي كانت عند النادي الأهلي النهاردة وإيه اللي فقدوا النادي الأهلي بعد التوقف وعلى النادي الأهلي تصحيح مصاره فيه قبل العودة للدوري وله هو يقيناً أكيد مارس الكولر عامل حسابه لا رجع لي تاني رجع لي تاني رجع لي تاني كوري الكريم رجع لي لأن فيه لعيب فيه لعيب هتكلم عليه تاني وبالمناسبة هو بيؤمن بيه مرسل كولر بشد ولعب مش هيجي في بال ناس كتير وبيقدم مستويات جيدة لكنه من اللعبة اللي كان عليها شوية غضب جماهيري لعيب صغير موليد تسعة وتسعين تمانية وتسعين عفوا محمد فخري محمد فخري النهاردة أقدم واحد من أفضل مبارياته مع النادي الأهلي لو الكرة دي لو معنا تجيبها لي من الأول تجيبها لي من قبل اللفه والترن وبيهرب إزاي منه لا هو هي عند الهتة دي بس الكرة ديها كريم استلامها محمد فخري قبل ما يلفه يعمل الباس استلامها محمد فخري لفه وخد الترن ولف بالمدافع ولف بيه وبعدين حط الكرة بس لأ مين اللي واخد البوزيشن اللي خلاص بقى تريد مورك كريم فؤاد في الجناحة الأيمان للنادي الأهلي يقدر إزاي يهرب والقرار طبعا عند كريم فؤاد دايما دايما معهوش حد وقف وقف هنا وقف رجع 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 بصة كريم في مشكلة هنا اللي كنا بنشرحه في النادي الأهلي خلال الفترات اللي فاتت كريم بيوصل للإندلاين ويحط الكرة البرة بيكون الواجب خادر خطوتين تلاتة دا مش حاصل معهوش حد جول 18 فكان القرار الصحيح وهنا القرار لان بعد شوية اقولك ان كان فيه كرار رجع خطيئة كتير جدا ومنها اللعب اللي انت اتكلمت عليه في الانترو حسام حسن فده القرار الصحيح اللي أدى لكرة الهدف بتاعت كريم فؤاد فده اجمالا بقى أنا بالنسبة لي كريم فؤاد هو نجمه براتيه هو قرار وحيد فهو القرار الامثل لو وقف عليها تتقطع وهيتأخر جدا جدا لفكر يحطها الورا في اتنين لعبة من المقاولين قفلين الممر اللي يقدر يباصي منه كريم فؤاد اي بس وقف هنا وقف هنا دي هاي دي اللي بيكارب علي بصة كريم الكنترول على الكورة وقف ترجعتين الكنترول على الكورة عشان كده أنا هنا بوتني جدا مش بس كرة دي اتعملت مرة واثنين وثلاثة النهاردة من محمد فخري بالمناسبة كان هو افضل عيد في وصف ملعب النادي الاهلي حتى بعد نزول ديانج قدمه برامة كبولة ديانج خاصة انه راجع من الاصابة لكنه كان ظهر بشكل جيد حتى رغم موجودة عمر السلية جنبه الترن واللفة والدوران تطور كبير لمحمد فخري والتمريرة وهو رفع عينيه بس 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 كرة دي لازم تاخد مراحظة مهمة جدا هو محدش بكوة دخل يضغط على كريم فؤاد عشان العادي بتاع كريم فؤاد ايه انه يوصل للاندلين وحط الكرة بالعرض عشان كده هو اخد القرار الامس هم حاولوا المقاولين يقفلوا زواية التمرير بالنسبة لكريم فؤاد وعملوا كده فعلا بنجاح بس هو اخد الكرار الزكي ده دليل انه هو لعب زكي جدا والحركية يا كريم الحركية الرجل هو اللي خد هو الليد لمحمد فخري الابشن او الخيار بتاع انه يحطه له كرة هنا لان كل اللعبة كانت منسوكة الوحيدة اللي كان متحرر شوية من الوقت ده شادي صح اه وراء وراء مقفل وزبط التمرير شادي أحسين هو واقف في المكان الصح اللي هو مستني كريم فؤاد يديله في الكرة انه هيوصل للاخر وهيبقى هو وراء المدافع بس طبع فيه اتنين تانين قفلين فكريم فؤاد بسرعة تصرف المسال خد قرار الصحيح تصرف المسالي من كريم فؤاد زكي جدا هنالك 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 ه أسباب المباراة اللي عددناها في البداية إنه كان منها بعض الخيارات الفنية لمرشل كلها الرغم وغدرام ربيعة الانسجام اللي بنتكلم عليه ما بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني مش كبير محمد هاني مش ده الفوزيشن آه لعبها أكتر من مرة ولعبها أوقات كتير مع أكتر من مدرب منهم موسيماني مع سوراش لكن هنا التمركز تمركز سيء جدا جدا محمد هاني داخل جوه الملعب قوي مفروض محمد هاني العكس هو اللي يكون موجود ياسر إبراهيم هو اللي يبقى على عرضة تانية ومحمد هاني يكون قريب هنا نتج عنها سوء التمركز والخروج المتأخر الخروج المتأخر أدى لإن ياسر إبراهيم يكون مغطي التسلل والوقوف الخاطئ بص أكتر من لعب وقفين ما فيش حد ممسوك لو بسيتها العبت المقولين الراجل اللي بيستلم وعمل عمل الباس أحمد علاء عمل الباس وقف لوحده الراجل بعد كده فادي فريد وقف لوحده كرة بمنتهى البساطة أخطر هجمة في المباراة من الفرقتين بعدها كرة هنتكلم عليها بعدها على طول بتاعت السام حتى دي في دقيقة واحد ونص بالزبط يعني قبل ما تكتمل الدقيقة التانية خطأ واضح تماما من قلة الانسجام ما بين ياسر إبراهيم ومحمد هاني وده واحدة من القرارات الفنية نروح للقطة اللي بعدين هنا بقى دي ليه بقى النادي الأهل النهاردة ما كانش قادر يعمل الشغل اللي بيعمله في كل المباراة بصها كريم بصها كريم ده مش مكانه وده مهم ما أعود أتكلم عليه كتير جدا اللقطة اللقطة اللي هتيجل ده حسام حسن فيها نقطة إيجابية ونقطة سلبية هنتكلم عليها لكن ده مش مكان حسام حسن ده اللي خلى الشغل اللي بيعمله النادي الأهل في الجبهة الأخطر المعتادة للنادي الأهل الناحية اليسرى أو حتى تجميع اللعبة في الناحية اليسرى وبعد كده هنتكلم إزاي الأهل كان بيجمع لها بنحية الشمال ويفضي عند كريم فؤاد فكنت قادر تعمل نص الشغل اللي هو تجميع اللعبة اللي حيتشمال وبعدين بتغير الملعب ناحية رمينا عند كريم فؤاد ويقدر يشتغل كريم فؤاد بعد كده عمل واحدة لشاد حسين وواحدة تانية لحسام حسن لكن في النهاية ده النادي الأهل ما قادرش ينفذ النص التاني من شغل التشكيل الخطورة من الجبهة اليسرى اللي كانت في المعتاد سواء بوجود محمد أشرف وقدامه أحمد عبدالقادر أو وجود علي معلول وقدامه أحمد عبدالقادر كان بيتم تشكيل دي حسام حسن مش هو الجناح ما يقدرش يعمل لك الكنترول بالشكل ده ودي واحدة أنا وريت لك هنا خمس لعبين موجودين من النادي الأهلي ونادي الأهلي بيفقد الكرة كررت ست مرات النهاردة في المباراة نادي الأهلي ما قادرش يعمل الكنترول وتجميع اللعب دي واحدة من أكتر عيوب النادي الأهلي النهاردة اللي ظهرت جدا جدا بتوظيف حسام حسن في مركز الجناح الأيسر واللي شفناها في مباراة الملعب في مباراة الملعب التونسي فيه دوري تنير التعليم من دوري أبطال أفريقيا وقلت لك الكريم حتى ساعتها هو الراجل نزق اتحرك كتير لأنه خد الفاول حتى اللي تم تسجيله من الناحية اليمنى مش من الناحية اليسرى لكن النهاردة هو كان متثبت بشكل كبير أكتر في الجابهة اليسرى ودي واحدة من الحاجات اللي لازم مرسيل كولر يرجع يرافسه فيما يخصه حسام حسن لقطة اللي بعدية جايب الفرصة آآآ جايبين الفرصة طبعا وبعدية الفرصة اللي بعدية بص هنا كريم أفشا عمل كورة حريبة أفشا عمل أكتر من واحدة لا دي واحدة ارجع تاني ارجع معلش مع الارياء ارجع بص كريم واحدة من ضمن عيوب النادي الأهلي النهاردة في خط الوسط اللعيبة بتتمشى ففيه سبيس بص هنا أفشا المفروض انه بيستلم أفشا بيستلم طلع فاروق أكابوري ضغط عليه القطع مش مشكلة في القطع وارد انه تقطع لكن بص يا كريم حالة اللارق بص بص صحيحين وقف هنا وقف هنا وقف هنا دي واحدة من الأخطاء النهاردة اللعبة بتتمشى بص الملعب وبص زون قد إيه فضية ودي النقطة اللي كان بيعايني منها النادي الأهلي في بداية الموسم وتخلص منها بداية من مباراة نادي الزمالك في السوبر وقلنا خلاص مرسيل كولر أصلح أخطاؤه ثم يخص المساحات في وسط الملعب خاصة مع الضغط العلي بيعملوا مرسيل كولر فدي تاني عودة لنفس الأخطاء لسبيسي الكبيرة اللي موجودة مهم جدا مع عودة القوام الأساسي طبعا في غيابات كبيرة جدا جدا مع عودة القوام الأساسي لازم نادي الأهلي يركز كرة دي أقل لم تكتمل ولا ما يتم التسجيل منها لكن شكلت هجمة خطرة بمجرد أن باص واحد تقطع في عمق الملعب اللي بعده اللي بعده خلاص خلاص ممكن نجيب الفريم اللي بعده على طول بص يا دي كرة دي لو تلعبت بسرعة كانت شكلت انفرادة على النادي الأهلي من هجمة هي في الأساس كانت كرة مع النادي الأهلي في وسط الملعب اللي بعده اللي بعده هي دي اللي بعدها لا لا يعني ہتيجي هتيجي بعدها اللي أطل بس إرجحة معلش إرجحة إرجحوا يرجع وقت الباص ارجع وقت بصت عمار فايد بس بس يعني ماشي 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 على سوريته ماشي على سوريته ماشي لحد عمار فايد يخد الكرة ويعمل الباص ماشي 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 يلا الكرة هنا اهي اتقطعت خد عمار فايد باص واحد استلم حتى واحدة التانية مفيش ضغط اثنين المسيحة بص مشيحة دا كريم بص مسيحة نفس اللي هنال σε كلمنا عليها في الاول ونفس الكلام اللي عادي في كل مبارات النادي الاهلي نفس الخطأ قدت المساحة اللي عيب بيستلم براحته بتتحطي في الجناح براحته ارتكاب مخالفة طبعا ما كانش قدامه اي حل ياسر ابراهيم غير ان هو يعمل المخالفة على حدود الـ 18 ويجي منها الفابول اللي هيسه بعد كده في تسجيل الهدف الاول للمقولين بقى اخطاء تانية في التمركب بسبب قلة الانسجام واللي بعدها على طول قرر مرسل كولر انه يغير الشكل بتاع النادي الاهلي ويدخل رامي ربيعة ويودي محمد هاني في مكانه في البكريت ويطلع كريم فؤاد ناحية اليمين كان قرر انه يعمل ده لكن طبعا عفوا قرر انه يعمل ده قبلها لكن انه ده اللي تسبب حالة اللا انسجام اللي كانت حصلة كملي بقى الهدف ونجيب خطأ الهدف اللي تم بتاع المقولين كمل كمل الكرة هتتلعب وهترتد فاول عادي جدا هترتد لكن برضو ضعف التمركز الاخطاء بتاعت التمركز اللي موجودة خبطت في الحائط رجعت تاني الكنترول من المقاولين الخروج الخروج بلا هدى بص باس واحد اندفاع اندفاع غير مبرر اندفاع غير مبرر كمل كمل في ريميل اللي بعده ترئيسة بمنتهى البساطة من يونستروزا بص الباس بص الباس فيش ماسك اربع لعبين مرحلين بص وقف هنا وقف هنا بص مين اللي خارج يا كريم في الليفت وهنا دي مشكلة عند الحمار اشرف معمالش التغطية ياسر ابراهيم خرج ساب المكان اللي المفروض يبقى متواجد فيه وتلع بره خالص ولي داخلي يرحل مكانه لكن طبعا كان في مشكلة لانه اليو ديانج ساب فينا كريم ما هو الترحيل لما بيحصل بشكل خاطئ والواجبات لما بتحصل بشكل خاطئ مفروض ان اليو ديانج يبقى موجود على خطة 18 اليو ديانج يدخل جوه عشان يغطي مكان ياسر ابراهيم فيدي خطة 18 كمل بقى اللي يحصل كمل اللي بعدها اللي بعده اللي بعده يلا 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 بص 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 أليو دينج بره خالص بره مفيش محفيش حد دخل الراجل منطقة الأريحية حتى يعني الاصل ده عدم تقتيجة محمد أشرف في ياسر إبراهيم راح نحية الشمال في أليو دينج راح نمكان ياسر إبراهيم زون فورتين اللي هي خطة التمنتاشر دي فسار جدا تقول الخطأ ده خطأ أليو دينج لكن آخر واحد يحسب في الخطأ لأنه هو دخل عمل الترحيل عشان ما يسيبش الراجل فيرودي ستلم جوهل 18 عمل الترحيل لكن ما بني على خطأ هو اللي أدى للخطأ ده في النهاية خلاص الحالة دي بالنسبة لنا خلاص نجيب الحالة اللي بعديها كان هدف التعب طيب هنا الواحدة من الكرات اللي اتعملت حلوة قوي قفشة الرؤية وقفشة بالمناسبة وقف هنا معليش فريم قبل ما تلعب وقف قفشة كريم واحد من العب اللي انا عايز اقسني عليها بشدة والراجل كان عنده تحفظات كتير على قفشة اول ما جي النادي الاهلي خلينا اقول لك انه لأ دلوقتي في حالة رضا على قفشة وشايف انه بيقدم كتير من المطلوب لسه قدامه شوية عبل ما يرجع قفشة لحالته الطبيعية بعد انضمامه للنادي الاهلي من بيرامد لكن بص هنا في وسط كل هذه الزحمة يا كريم باص بيقول له روح اجو قفشة بيقول له روح اجو لكنه قال له انا مش اجيب جو بص 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 جمال الباص حرام جمال الباص ما يكملش بجون حرام جمال الباص والبينية اللي هربته من كل خط الدفاع ما يكملش بجون وتصرف غريب جدا جدا من حسام حسن انا بالنسبالي بص الكرة سهلة جدا مع المساحة رايح لوحده مساحة حتى محمود اول سعود سايبلو مساحة جيدة ان هو ياخد الكرار اللي هو عايزه كل حاجة مسالية في الكرة دي اللي اي مهاجب في الدنيا انا بس انا قلت كده انا بحترم حسن حسن و بتعامل مع ان هو مهاجب كبير و دايما بقول ان هو مهاجب كبير و دايما دافعت عنه بس يا اخي مسك الفرصة بقى يعني انت كل ما بتجي لك الفرصة بيقعد فترة عدك كل ما تيجي الفرصة مش ممكن يعني انا عايزة عايزة ترجع فريمين كمان عشان اقول لك ليه 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 مرس الكولر بيحطه في الجناح الايسر رودي رجعلي رجعلي كم فريم لح قبل ما البصة تطلع بصة كريم قبل ما البصة تطلع رجع كمان كمان فريم كمان فريم كمان كمان بصة كريم هنا حسام الطبيع هو مش هو الفرود الفرود هنا شادي صح حسام حسن رايح من الوينج ليفت ده اللي مطلوب منه مارس الكولر روناها هنا من اول يوم لحد النهاردة رجل بيشتجل ان الجناح الشمال دايما اتواجد جواد 18 لما تكونوا الكرة الناحية يمين والعكس كرة الكرة الناحية الشمال الجناح اللي مين هو اللي يدخل عملها حسام كتحرق بشكل مثالي لكن رفض الهداية كان معتاد من محمد مجدي افشة تمريرة واحدة من افضل اساستات في المباراة رؤية عظيمة جدا في ظل وجود الزحمة دي سبع لعبين من المقاولين بتضربوا بباس واحد بتقول لك قيمة اللي موجود في وسط المال لكن طبعا اهضرها وحسام حسن اللي بعديها اللي بعديها ودي الحاجات اللي قدت لتصعيب المباراة على النادي الاهلي بعد كده فرص بهذه السهولة انها تضيع طبعا تشاكل لبص الباص اللي بعده ده بقى اللي قدت لك عليه دور دور اه التحرق بص هنا بص هنا الكريم يعمل ايه بص منتاز سهولة جاي متأخر حسام حسن برضو جاي متأخر ليه لان هو داخل من الانسايد وينجر راحة الشمال او من الجناح الشمال علشان يعمل دي بص الباص باص ممتاز من محمد فخري بيروح الرجل شبه انفراج كريم فؤاد بيحطها ممتازة كرة على الارض قطة جيدة اه طبعا فاروق الكابوري دخل عمل فيها الفاندا سعابتها عشان بقى امين برضو اللامسة اللي لمسها فاروق غيرت شوية اتجاه طبعا طبعا انا متفق انا بقولك فاروق كابوري مش اقادر احمل حسام اوه وين كان طبعا حسام يعني لا كان يعرف حسام هو انفورما كريم كان يبعمل حساب لكن هو لسه لسه مجابش حتى 40% من مستوى لسه بعيد حسام حسن محتاج يرجع حساباته ومارسي الكولر محتاج يرجع حساباته في حاجات كتير فيما يخص حسام حسن فدي واحدة تاني كرة سهلة جدا كان ممكن يتم التسجيل منها الكرة اللي بعديها الكرة اللي بعديها وظننا تبقى اخر الكرة معنا اخر حالة الحالة دي خلاص بالنسبة لنا بصها كريم ده اللي احنا كلنا نكلم اللي قلنا الجبهة الشمال بتاعت النادي الاهلي المفروض ان هي بتتغل بص بص الرؤية الرؤية تاني بعمل ايه وقف هنا وقف هنا وقف هنا دي كرة اتعملت بشكل نموذج حمد فخري تجميع اللي هي برحة الشمال يغير الملعب يوديها الكريم فوقات شفناها في الكرة اللي قبلية تحط هنا ليه على الناحية اليمين اللي قفشة بص بقى الباص يلا اللي بعده اللي بعده بص بص نموذج لكن هي ما قفلتش مع شادي قوي ما قفلتش في وش رجل الداخل شادي لو قفلت طبعا كالجن لكن الكرة دي ما قدرش يلوم عليها حد دي واحدة من الكرات اللي تلعبت بشكل ممتاز كتجميع اللي هي برحة الشمال وبعدين تغييره نحية اليمين الهروب باص ممتاز ورؤية ممتازة من أفشة اللي نترك قدم شوط أول ممتاز لكن ما تمش الاستغلال ما قبلوش النهاردة لشادي ولا حسان فكرتين ما قبلوش هدايا هدايا محمد مجدي أفشة وده اللي صعب المباراة بشكل كبير على النادي الأهل في الشوط التاني ده كل ما له علاقة بالمباراة آخر لقطة أتكلم عليها في المباراة يا كريم ولقطة أتمنى الناس تبتلي تسمعنا تكلمنا عليها